أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول إذا ابتلي رجل بوالد مشعوذ مظهر للخوارق الشيطانية فهل يعد من البراءة منه إفشاء سره في المحاضرات وإخبار الناس أنه مشعوذ علما بأنه قام بنصحه ووعظه لكل حال الوالد كما سمعتم له حق على ولد بالبر والإحسان والإنفاق عليه وأيضا من أوجب الواجبات على الولد مناصحة الوالد ودعوته إلى الله هذا إبراهيم عليه السلام أول ما بدأ بأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يوني عنك شيئا يا أبتي يا أبتي فيناصح والده لعل الله أن يهديه وإذا كان له أتباع المعجبون به فيبين لهم ويحذرهم من ذلك من هذا المشعوذ ويبين للناس أنه مظلل وأنه من أولياء الشيطان ما دام على هذه الطريقة نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة